موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه وأشهد أن محمد عبده ورسوله نبيه المصطفى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بآثاره مقتفى أما بعد فأرحب بإخواني مشاهدي قناة الأنيس في برنامجكم الوصايا العشر من صورة الأنعام ولازلنا مع الوصية الأولى من تلكم الوصايا العشر وهي النهي عن الشرك بالله تعالى طبعا تكلمنا فيما سبق من الحلقات عن الآثار السيئة التي ينتجها الشرك بالله تعالى سواء بالنسبة للمشرك بالله تعالى في الدنيا أو في الآخرة تكلمنا عن كل هذا نحاول اليوم إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن حقيقة الشرك بالله تعالى طبعا بعد أن كنا فصلنا نوعا ما في مظاهر الشرك السيئة بمعنى رهبنا سحة تعبير ذكرنا نماذج من النصوص التي وردت في الترهيب من الشرك بالله تعالى نحاول اليوم إن شاء الله تعالى أن نقف على حقيقة الشرك بالله تعالى نقف على حقيقة هذا الذي نهى الله عز وجل عنه عباده وجعله أعظم الذنوب على الإطلاق وأخبرنا أنه لا يغفره كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الشرك بالله تعالى هذا المصطلح عند علماء العقائد علماء التوحيد يقصدون به أو يقصدوا به تسوية الله تعالى أو تسوية غير الله تعالى بالله عز وجل في شيء يختص به الله تعالى بعبارة أخرى أن تجعل غير الله تعالى من المخلوقين مثل الله تعالى شريكا لله تعالى لكن في شيء يختص به الله عز وجل أي مثلا أمر من الأمور يختص به الله عز وجل ليس حقا إلا لله تعالى فالمشرك يشرك مع الله تعالى غير الله عز وجل معنى يجعل مع الله عز وجل مخلوقا آخر ويجعل له شيئا من ذلك الذي اختص الله تعالى به أعود إلى تفاصيل هذا التعريف فالشرك بالله تعالى قد يقع في أسماء الله تعالى وصفاته بمعنى أن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلا قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله تعالى أيضا أيّا ما تدعو قلوا دعوا الله أو دعوا الرحمن أيّا ما تدعو فله الأسماء الحسنى فربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى فمن أسمائه الله من أسمائها الرحمن من أسمائها الرحيم من أسمائها الرب من أسمائه العليم من أسمائه العلام من أسمائه الحكيم وهكذا والقائمة طويلة فيما يخص أسماء الله تعالى وهكذا صفات الله تعالى التي اتصف بها كصفة الرحمة وصفة العلم وصفة القدرة وصفة الحكمة وصفة البصر وصفة السمع وغير ذلك من الصفات صفات كثيرة أيضا اتصف الله عز وجل بها هذه الأسماء التي تسمى الله عز وجل بها وتلك الصفات التي تصفى الله عز وجل بها ينبغي أن لا نشرك به أحدا فيها كيف نشرك بالله تعالى في أسمائه وصفاته؟ بمعنى قد يسمي الإنسان ولده أو يسمي صاحبه أو يسمي مثلا مخلوقا من المخلوقات يسميه باسم من أسماء الله تعالى وقد يجعل لهذا المخلوق صفة من صفات الله تعالى يجعله كالله تعالى في صفته بمعنى يقول لك فلان الفلان علمه كعلم الله أو رحمته كرحمة الله وهكذا فهذا شرك بالله تعالى في أسمائه وصفاته فينبغي للمؤمن أن يبتعد غاية البعد ويجتنب غاية الاجتناب أن يقع في الشرك بالله تعالى في أسمائه وصفاته فنوع الأول من أنواع الشرك هو الشرك بالله تعالى في أسمائه وصفاته فربنا سبحانه وتعالى هو الأسماء الحسنى وربنا سبحانه وتعالى أيضا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قد يشرك الإنسان بربه سبحانه وتعالى في أفعاله أي في أفعال الله تعالى بمعنى ربنا سبحانه وتعالى له أفعال كثيرة يخلق، يرزق، يحيي، يميت، يتصرف، يدبر، يعلم أفعاله كثيرة جدا سبحانه وتعالى هذه الأفعال التي اختص الله عز وجل بها ينبغي أن لا يشرك العبد مع ربه غير الله تعالى بمعنى لا ينسب لغير الله تعالى فعلا من الأفعال اختص الله تعالى به كفعل الخلق مثلا الله عز وجل هو الذي اختص بالخلق ليس أحد غير الله يخلق ولذلك الله عز وجل يعيب على المشركين فيقول أفمن يخلق كمن لا يخلق والذي يخلق هو الواحد الأحد رب العالمين سبحانه وتعالى فالإنسان ربما قد يشرك بالله تعالى فيجعل مخلوقا من المخلوقات يخلق ينسب له هذا الفعل فينبغي أن نوحد الله تعالى في أفعاله سبحانه وتعالى وبالمناسبة كي بعض الشيء أنبه عليه في هذا المقام وهو أن بعض الناس كي يتكلموا مثلا يقول لك مثلا الشركة الفلانية ولا المؤسسة الفلانية غادي تخلق مناصب شغل تخلق طبعا هذه الكلمة التي تخلق مناصب شغل أخذت من الترجمة الحرفية للكلمة الفرنسية كخية مثلا ولا غير ذلك طبعا هذا الفعل ينبغي أن لا نتلفظ به إن كان الإنسان المتلفظ لا يقصد أن يشرك مع الله تعالى في هذا الفعل ولكن مع ذلك فالذي اختص بفعل الخلق هو رب العالمين سبحانه وتعالى فيمكن أن يقال مثلا تحقق أو تنتج مثلا أو تصنع مثلا إلى غير ذلك من الأفعال ونجتنب كلمة الخلق أيضا من الأفعال التي اختص الله عز وجل بها الرزق بالذرية كي بعض الناس ربما يمشي لغير الله تعالى يمشي الضريح مثلا ويعتقد بأن هذا الضريح يعطي من دون الله تعالى الأولاد فيدعوه من دون الله تعالى لكي يرزقه الأولاد هذا كله شرك بالله تعالى لأن الذي يعطي الأولاد ويعطي الذرية هو رب العالمين سبحانه وتعالى قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير فالنوع الثاني من أنواع الشرك معشر الإخوة هو الشرك بالله تعالى في أفعاله التي اختص بها رب العالمين سبحانه وتعالى وهو ما يسمى عند علماء العقيدة بالشرك في ربوبية الله تعالى أما النوع الثالث والأخير من أنواع الشرك بالله تعالى فهو الشرك في عبادة الله تعالى أي أن الإنسان عندما يعبد الله تعالى قد يقع في الشرك بالله تعالى بمعنى يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى مثلا عبادة الدعاء الله عز وجل قال وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه فالدعاء هو من العبادات العظيمة بل هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة هذا الدعاء ينبغي أن نفرض الله تعالى به فلا ندعوه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى الشرك بالله تعالى في الدعاء قد يدعو الإنسان غير الله تعالى على وجه التضرع والطلب والاستغاثة مثلا يقصد مخلوقا من المخلوقات مثلا حيا أو ميتا فيستغيث به من دون الله تعالى يقصد ضريح من الأضرح مثلا ميت فيدعوه من دون الله تعالى يدعو مثلا مخلوقا حيا لكنه غائب ليس حاضرا معك هو غائب فيدعوه من دون الله تعالى هذا كله شرك في عبادة الله تعالى لأن الدعاء عبادة فينبغي أن نفرض الله تعالى به وأن نخصه وحده بهذه العبادة النوع الثالث من أنواع الشرك بالله تعالى هو الشرك في أفعال العبد مع ربه سبحانه وتعالى لأن العبادة هي أفعال العبد هي فعل العبد مع الله عز وجل الدعاء الصلاة الزكاة الصوم الحج الخوف الرجاء التوكل الاستغاثة الاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادة هذه أفعال العبد فينبغي أن يفرد رب العالمين سبحانه وتعالى بها ولا ينبغي له أبدا أن يقع في الشرك بالله تعالى آخر ما أختم به الكلام حول حقيقة الشرك وأنواعه هو العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة أسماء الله تعالى وصفاته كلها كاملة فله الأسماء الحسنى والصفات العلاء ومن أجل هذا كانت أفعال الرب سبحانه وتعالى كاملة فأفعال ربنا سبحانه وتعالى الكاملة صادرة عن أسمائه الحسنى وصفاته العلاء ولما كانت أسماء رب العالمين حسنى وصفاته عليا وأفعاله كاملة لا نقص فيها من أجل هذا استحق رب العالمين سبحانه وتعالى دون غيره أن نفرده وأن نوحده بعباداتنا وأفعالنا فأسماء الله تعالى حسنى صفاته عليا كاملة أفعاله كاملة فينبغي أن نفرده بأفعالنا وعباداتنا هذا هو وجه العلاقة والربط بين أنواع التوحيد الثلاثة فينبغي للإنسان المؤمن أن يجتنب أن يقع في الشرك بالله تعالى في أحد من هذه الأمور الثلاثة سواء الشرك في أسماء الله تعالى وصفاته أو في أفعاله سبحانه وتعالى وربوبيته أو في عبادته وألوهيته طبعا وقت هذه الحلقة قد انتهى أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من عباده الموحدين وأن يجنبنا الشرك كله أصغره وأكبره جليه وخفية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر